موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين نجحت المرأة الإماراتية في وضع بصمة قوية بمختلف مجالات الحياة اذتمكنت من خوض مناصب كانت لسنوات طويلة حكرا على الرجال وتمكنت بكل قوة وعزيمة الوصول إلى الرقم واحد متسلحة بالإرادة المستمدة بلا شك من قيادتنا الرشيدة التي آمنت وذللت جميع الصعوبات أمام المرأة لكي تثبت جدارتها وتمكنها من تحقيق إنجازات استثنائية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم مشاهدين عشاق الرياضة بمختلف تخصصاتها وتنوع تفاصيلها عبر الشارق الرياضية نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوع رياضة المرأة والذي فيه تستمر التقطية الخاصة والمتواصلة لأهم الفعاليات والبطولات التي كانت شاهدة عليها أرض الدولة بشكل عام والإمارة الباسمة على وجه الخصوص قبل الخوض في تفاصيل الحلقة دعونا نتوقف مع العناوين فأهلا ومرحبا بكم أصحاب الفكر والذكاء يخطفن البيادق من فوق الرقعة ذات اللونين في البطولة الدولية الثامنة والعشرين فعالية جري الشارقة تثبت من جديد بأن رياضة الإمارات خير وعطاء رياضة قبل الفطار مبادرة رياضية تثبت العديد من الرسائل الإيجابية الإثارة والحماس كانت العنوان الأبرز في بطولة اليوم الرياضي المفتوح في الأسبوع الأول من شهر رمضان شهد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطولة الشارقة الدولية في نسختها الثامنة والعشرين والتي أصبحت موعدا سنويا رائعا للتنافس الذهني والرياضي على مستوى الدولة تفاصيل أكثر في تقرير التالي تفكير عميق وتحركات مدروسة إنها لعبة الشطرنج التي تقوم على التخطيط أولا وحساب الخطوة قبل اللعب لذلك لابد أن يتسمى صاحبها بالذكاء وسرعة البديهة وهو ما يسعى له جميع من تواجد على رقعة ذات اللونين في بطولة الشارقة الدولية الشطرنج من أجل التنافس والضفار بالمراكز الأولى البطولة هذه طبعا نسخت ثامنة والعشرين لها وما زلنا مستبني في هذه البطولة ومن نجاح إلى نجاح وإن شاء الله في المستقبل بنستمر في هذه البطولة طبيعي في مفاجئات لأنها تقريبا أكثر من سبع اللعيبة لأنها حين لا عندهم أي خسارة كلهم فوز فمنافسة طبعا قوية جدا بين اللعيبة وما نقدر نقول منه البطل وما نقدر نحدد منه البطل ما شاء الله منافسة قوية جدا وأتوقع الشخص يريد يعني بيب البطولة هذه الشخص ما يابل البطولة من قبل إن شاء الله البطولة بنسختها الثامنة والعشرين احتضل منافساتها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار ثلاثة أيام وذلك بمشاركة بلدان عريقة في عالم اللعبة في موقيمة المباريات طبقا للنظام السويسري من تسع جولات أنا نوايد من الساسيني شاركت خائد بطولة بحيث أني أنا أروم أحتك مع اللاعبين وأني أنا أطور من نفسي وأتعلم من أخطائي وبعد شوي بإذن الله عندي جولات زيادة وبإذن الله أني أفوز وأتأخذ اليوم مشاركة في بطولة الشاردة للشطرنج الخاطر تعتبر من أقوى البطولات فرنضان وتنعمل كل سرعة والأجواء جدا تنافسية ويلعب فيه اللاعبين المصنفين المصنفين ودوليين من كل أنحاء الدولة الحمد لله نتاجي لرحين حلوة والله يوفق الجميع بإذن الله في هذه السنة مثل ما أشوف ما شاء الله يشارك في البطولة العديد من اللاعبات من الإمارات الثانية عندكم نادي بوظمي نادي دبي ونادي راسخيمة ونادي الشارجة أيضا فيعتبر هذا جدا مهم أنه يشجع اللاعبات على أن يشاركون في مثل هذه البطولات إقامة بطولة الشارقة الدولية للشطرنج على مدار 28 عاما يؤكد الدور الكبير الذي يقدم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لنشر اللعبة سواء على المستوى المحلي أو الدولية طبعا في البداية مبارك عليكم الشهر وطبعا الأجواء هنا في البطولة جدا حماسية وتنافسية خصوصا أننا نحن نلعب في وقت قصير جدا وهذا يخلي اللاعب يتحمسه ويلعب وبالعكس الأجواء جدا جميلة وخصوصا أننا في لعبين من جميع أمحاء العالم وخصوصا عندهم تصانيف متفاوتة فنحن نكتسب خبرها منهم بعد الحمد الأجواء كلها تمام وهناك أكثر من اللاعبين اللي قاعدين استمتعون في اللعب والحين تقريبا باقي ثالث جولات أو أربع جولات لنهاية الشوط كيش ملك هي العبارة التي أتمنى كل مشاركة في هذه المباريات قولها لكي يثبت من خلاله سيطرته على رقعة الخصمة ولكن بغض النظر عن الرابحة فالوصول مثل هذه المنافسات في حد ذاته إنجازا يفتخر به الجميع اللاعبين اشتركوا في القناة طبعا مثل ما شفنا مشاركة العنصر النسوي في بطولة الشارقة الدولية للشطرنج يؤكد عام بعد عام على مكانة المرأة في المجتمع وأهمية الرياضة النسائية خاصة رياضة الشطرنج التي تهدف إلى تنمية العقول وتفتيح الأذهان وتعزيز أيضا مفهوم الثقافة الشطرنجية مشاهدينا لا تقتصر فوائد ممارسة الرياضة على التمتع بالرشاقة واللياقة البدنية فحسب فهي تعد أيضا بمثابة دواء للنفس والروح من هذا المنطلق يحص مجلس الشارقة الرياضي على توعية جميع أفراد المجتمع في ممارسة الرياضة بشكل مستمر خاصة في شهر رمضان عبر مبادرة رياضة قبل الإفطار نتابع دواء بلا مال وشفاء دون طبيب ووقاية دون علاج إنها الرياضة فاكهة الشهر الفضيل التي تقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتسيطر على الوزن وتحافظ عليه إضافة إلى أنها مصدر للقضاء على الاكتئاب والتوتر ومن أجل هذه وأكثر تحتضن إمارتنا الباسمة مبادرة رياضة قبل الإفطار خلال شهر رمضان المبارك والتي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي في بعض حدائق الشارقة لتعزز أهمية الصحة لدى أفراد المجتمع النسخة الثامنة من الفعالية ستقام هذا العام في مختلف المواقع بالإمارة الباسمة من أجل جذب أكبر عدد من ممارسي الرياضة خلال الشهر الفضيل وتهيئة كل ما يمكن أن يحفز أفراد المجتمع بمختلف الأعمار على زيارة المواقع المخصصة خلال الفترة المحددة ستبقى هذه المبادرات حافزاً للجمهور من أجل التشجيع والتوعية بأهمية الرياضة على الصحة النفسية قبل الجسدية نجاح الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإمارة ويأتي نتاج حرص مجلس الشارق الرياضي الكبير واهتمامه الواسع لتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وهو ما ينعكس إيجابياً من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات التي نظمها المجلس في مختلف أنواع الرياضات وللحديث أكثر عن فوائد الرياضة في شهر رمضان المبارك تنضم معنا في الستيديو كابتن نوها السوسي مدربة لياقة بدنياً نرحب بك معنا في برنامج رياضة المرأة مجدداً أهلاً أهلاً إيمان طبعاً كبتن نحن في الحلقة الماضية تكلمنا عن تهيئة طبعاً جسم الإنسان في بداية رمضان اليوم خلاص الإنسان أكيد تعود والرياضة أكيد بتكون شيء مختلفة أول بدأ أشكر حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي على الدعم لهذه الفعاليات الرياضية ومارسة الرياضة في الأماكن والحضائق العامة وتحفيز الإنسان أنه يمارس هذه الرياضة أثناء النهار أو أي وقت في يوم رمضان بالنسبة للرياضة بحد درجاء ونكرر ونقول كل ما هو الإنسان صايم يعمل الرياضة المتوسطة الخفيفة الشدة أثناء الصيام ولكن اللي عالية الشدة التمريد فيها عالية شدة يمارسها بعد الفطور بساعتين أو ثلاث ساعات مثل تمريد المقاومة حمد الأطقال الكاردور فيها العالية هذه دايماً التمريد فيها شدة دايماً تكون بعد وجبة الأفطار بساعتين أو ثلاث ساعات لكن طول ما الإنسان صايم بين متوسطة وخفيفة جميل كابتن لكن اليوم نشوف أنه خلاص الإنسان تعود على الرياضة مثلاً أول أسبوع من رمضان هل الجسم حين بيكون مثلاً فيه القوة الزايدة أو الشدة اللي تكون أكثر عن أول أسبوع من رمضان شوفي كل إنسان بيختلف عن إنسان كل إنسان يشتغل حسب طاقته أنا ما بقدر أقارن حالي بغيري وغيري يقارن حاله فيها فيه بيقدر يعطي يعطي بس كمان برجع تاني وأقول أثناء الصيام تكون متوسطة الشبة لأنه الجسم يكون ما فيه سوائل ما فيه طاقة مثل ما بنكون مفطرين فالأفضل تكون متوسطة الشبة جميل كابتن ونتكلم أيضاً عن النمط الغذائي هل لا بد أن نحن نتبع مثلاً نمط غذائي لكل صائم يكون مثلاً مختلف ولا كيف يكون النظام شوفي إحنا حكينا قبل إذا الإنسان بدي يغير نمط حياته ونظام الغذائي تبعه والأشياء يتبع يعمل بديل في طريقة أكله مثل ما قلنا بدل يكون وجبته فيها ألي يكون مشويات أو أيري فراير أول ما يبلش فطوره بالعصائر ذو سكريات العالية لا نبدلها بالعصائر الطبيعي وإنسان ممكن هو كل إنسان يتحكم بطريقة أكله وكل إنسان بيقدر يتبع نظام الغذائي حسب ما هو بيقدر بس أهم شيء اللي حابب يغير نمط حياته في رمضان أو هو حاطة هدف أنه يخفف الوزن لازم نغير طريقة أكلنا أثناء رمضان لكن إحنا يوم نصير مثلاً نشوف قبل الإفطار أنا ناقشتش هذا الموضوع قبل برنامج أنا أشوف الناس يعني تمارس الجري بشدة ومثلاً يكون الساعة خمس يعني فيكون الوقت يعني بعده على الأذان هل هاي الطريقة تكون صحيحة يعني؟ هي مثل ما قلتلك كل واحد وطاقته طاقتك أنت فيك طاقة تعطي أعطي ما فيه لا ما تعطي لكن أنا من نوع لا ما بحب الرياضة اللي تكون شديدة قبل الأفطار صح يكون شوي أخاف يكون أخافه كمان عشان نتلاشى مشاكل صحية لبعدين يعني الإنسان ما فيه سوائل ما فيه طاقة ما فيه السكوريات بتبقى نازلة كمان فلا تكون وسط ما تكون لعالية الشدة إذن كابتن سنستكمل حديثنا لكن بعد هذا التقرير يقال بأن هناك دائماً صفة مشتركة بين الرياضة وصفاء النفس فالمنافسات ليست فوز وخسارة بل العكس الرياضة لها أهداف سامية تتجاوز حد المكسب والخسارة لأنها تعزز من تنوية الإنسان وسلامته والشاهد هنا هو فعالية جري الشارق الخيري الذي يحرص مجلس الشارق الرياضي في كل عام على تنظيمه لتكون فعالية ذات الطابع إنساني بقلب كبير المزيد من التفاصيل في صياق التقرير التالي جري الشارق الخيري يسجل حضوره للعام الثاني على التوالي ليكون ضيفاً في الشهر الكريم هكذا أرادها مجلس الشارق الرياضي كمنظم للأحداث ذات الطابع الإنساني والتي يحيي ذكرها أربعمائة متسابق ومتسابقة دافعهم العمل الإنساني جعلهم جزءاً من الحدث الذي سينطلق في الأول من إبريل المقبل جري الشارق الخيري تزامناً مع الشهر الفضيل سيخصص ريعه لصالح الأعمال الخيرية لمؤسسة القلب الكبير ليكرس ويؤكد من جديد أهمية الشراكات بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المحلي من أجل تعزيز العمل الإنساني ودمجه في كافة الممارسات الأخرى المجلس الرياضي يسعى بدوره دائماً للبحث عن المشاركة الواسعة ونشر الثقافة الرياضية في مجتمع الإمارات بشكل عام ومواطني ومقيمي شارقة بشكل خاص يعتبر الجري من أكثر الفعاليات التي تتسم بالشعبية والمشاركة العريضة من كل فئات المجتمع ولذا كان في باكورة فعاليات شهر رمضان المعظم لدعم ثقافة ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة اشتركوا في القناة ليس بالشيء الغريب أن نشاهد في شارقة سلطان تحديداً مبادرات مثل هذا النوع التي تجمع بين الصحة والطابع الإنساني الجوهري في الشهر الفضيل وهو جري الشارقة الخيري طبعاً نذكر مشاهدين أنه سيذهب ريعة لصالح مؤسسة القلب الكبير الرائدة في الأعمال الخيرية داخل الدولة وخارجها إذن كابتن نهاء دائماً أنتم تحرصون على المشاركة في مثل هذه المبادرات هذه المبادرات جداً جميلة والكل يحرص أن يكون متواجد فيها نحن دائماً فريق 530 دائماً نحرص أن نشترك في هذه الفعاليات الخيرية سواء كانت في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات جميل اليوم لو بنتكلم عن 530 شو السبب أنكم سميتوا هذا الفريق 530؟ قلوه كتير هذا 530 كنا بين أصحاب هدفنا أنه نصحى نصلي الفجر وبعدها نمارس الرياضة الساعة خمسة ونص كنا بين أصحابنا نمارس الجري ورياضة لنكسر الروتين الروتين الحياء يعني الروتين أنه نصحى نلعب رياضة الجري وبعدين نروح نمارس الشغل فكنا كذا شخص وهكذا كبرت المجموعة وصار كانت هي طلعت من دبي تحت شراف كابتن فؤاد وبعدين صاروا يجوا ناس من الشارقة ومن عجمان ومن أبوظبي وبعد هيك عملنا فريق في الشارقة من 530 شارقة وعجمان مع بعض وفريق في أبوظبي وفريق الأساسي هو دبي وكبر مش بس كان جري 530 مو بس جري في كمان دراجة في يوغا ومشاء الله يعني عم نصل للمنصات دائما الحمد لله الحمد لله لكن متى تأسس تقريبا؟ من أربع سنين من أربع سنين وما وقفنا ولا مرة حتى أيام كورونا ما وقفنا كنا نمارس الرياضة اللي بداخل الشقة داخل الحديقة تبعت بيته وكنا نعمل شيرلو بععد قديس جرينا يعني كنا مارسين الرياضة وما حاجة وقفتنا الجري ما حاجة وقفنا يعني كان دعم من بينكم؟ دعم بيننا كابتن لكن شو هي أفضل رياضة في رمضان انتي تشوفينها؟ شوفي دايما هذا السؤال بسأله للناس المبتدئة وحتى الناس اللي مارس الرياضة إذا كان هو صايم أفضل رياضة هو المشي ثم بيجي الهرولة بعدين الجري أوكي؟ شو الأفضل؟ في ناس تقول هرولة وفي ناس تقول الجري؟ شو الأفضل رياضة وفي ناس تقول الفرق بين المشي والهرولة الثانين فايدة واحدة، الثانين يحرق دهون وينظم الضغط وبيقوي عضلات القلب والقويعة الدموية وبيخفف الكوليسترول الضارة من الجسم وكمان بقينا من مرض السكرية لكن إيش الفرق بين الهرولة والمشي؟ الحرق الكالوري اللي سعرات حرارية بتكون بالهرولة أكتر من سعرات الحرارية اللي منحرقها في المشي في ناس ما بتعرف تجري، ما ما بتقدر تجري في ناس ما بتقدر تهرول، في ناس بس بتمشي هو الفرق بيحرق السعرات الحرارية وبيرجع للإنسان جميل، لكن كابتن اليوم ما مد أهمية إحماء الشخص قبل الرياضة؟ في ناس يمكن يتجاهلون هذا، خاصة الإحماء قبل الرياضة؟ هذا موضوع كتير مهم، لازم قبل أي تمرين رياضي نعمل إحماء إيش فايدة الإحماء؟ هو بعطي تنبيه للجسم، هو نقول مفتاح لأي تمرين بعطي تنبيه للجسم إنه هذا الإنسان رح يبلش يلعب الرياضة بعطيه مرونة، أوكي، بيضفق الدم والأكسجين في الجسم وبعدين العضلة بتتهيأ إنها تعمل تمارين أفضل، أوكي، وكمان نتلاشى الإصابات يعني الإحماء بتلاشينا من الإصابات أثناء الرياضة كابتن اليوم، هل مهم إننا نحن نتابع إنقاص الوزن عبر مثلاً ميزان؟ لأن البعض مننا يتمرن بين الرياضات الهوائية في نصهم المقاوة من الأوزان وبعدين يكتشفون إن وزنة مثلاً زايد أو ثابت، هني شو يكون الحل؟ هذا السؤال كتير حلو، دايماً لما أدرب بنت شو بقولها؟ إذا هي بدأت تبلش مثلاً، مثلاً بدأت تبلش إنها تضعف، وحط هدف إنها بس تضعف، كل يوم توقف الميزان ولا إنس الميزان، أول ما بتبلشوا الرياضة وبدكم تضعفوا، إنسوا الميزان، في إيش تركسوا؟ بالقياسات، أوكي؟ بالقياسات طيب، ليه إذا أنت لقيت الإياس عم بنقص، أوكي؟ لكن الميزان ما عم بنزل، هذا معنى بالعكس حرق، إنه صار فيه حرق للدهون، وإيجابة دالشو؟ عضل، فأعطى للجسم وزن، فيمتكي، فإنه إنه الإنسان مش كل إش عنده الميزان، ولكن إذا كان الإنسان بتابع نظام غذائي صحي، ويمارس الرياضة جيدة، ومأساته لا بتنزل، ولا بالوزن بنزل، هذا لازم يكون يلجأ لطبيب وبقى فيه عنده مشاكل صحية مثل الغدة، ممكن تكون الإنسولين عنده سويد الإنسولين عنده عالية، فهذا لازم يلجأ لطبيب لعلاج هذا المشكلة كابتن سؤال أخير اليوم البعض بما أنه في رمضان يهتم بوجبة الفطور، يعني من يؤذر المغارب تشوفين الكل، وجبة الفطور عنده شيء أساسي لكن يهمل السحور يقول خلاص بنشرب ماي وخلاص فتحسين يعني هل وجبة السحور هي وجبة مهمة بالنسبة للصايمين؟ وجبة السحور أهم من وجبة الفطور، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنا فيها، وجبة السحور تعطينا طاقة، يعني ولازم تكون متنوعة، فيه ناس تهملها كتير لازم تكون فيها مثل نشويات المستمدها من الشوفان والحبوب الكاملة، القمح مثل، والبرتينات اللي بناخدها من الألبان، والبقوليات مثل الحمص والفول ليش؟ هذه بتعطينا، هذه البقوليات بتعطينا شعور بالشبع، ويهي الكارب بيعطينا طاقة طول فترة الصيام، ولازم كمان ندخل لخضرة مثل الصلطة، فوجبة السحور كتير مهمة، وكمان نشرب فيها السوائل، عشان نقدر نكمل صيامنا بدون تعب، بدون صدع، بدون خمول صحيح، والصحور في بركة أيضا، والصحور فيها بركة نعمة، إذن كفت النهى سعيدين بتوجد اليوم معنا في برنامج جلالة المرأة، واستمتعنا بهذه النصائح الشيقة، ونتمنى أيضا مشاهدين يطبقون هذه النصائح الجميلة، إن شاء الله نشوفك في الحلقات القادمة، إن شاء الله شكرا كثير إذن مشاهدين ما زالت الأحداث الرياضية المجتمعية مستمرة في إمارة الشارقة، حيث حققت فعالية اليوم الرياضي المفتوح للسيدات والتي نظمها نادي الشارقة الرياضي للمرأة، فصالة الرياضية وميدان الرماية نجاحا باهرا تمثل في مشاركة سبعة فرق في لعبتي كرة السلة والطائرة، و29 لاعبة في لعبة الرماية، وسط حضور كبير من قبل الإسر، في الإمارة في ظل أجواء رمضانية مميزة، عكست روح المنافسة بين الفرق المشاركة وللحديث أكثر عن هذه الفعاليات، انضمعنا عبر الهاتف الأستاذة نورة الحمر، رئيسة قسم الفعاليات المجتمعية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نرحب بك نورة في رياضة المرأة حيث الله خليمان، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك الحمد لله، طبعا نشيد بجهودكم في هذه الفعالية الجميلة، خلينا نتحدث أول شيء عن الفعالية المجتمعية التي جاءت طبعا تزامنا مع الشهر الفضيل أول شيء نبارك لكم قدوم شهر رمضان فضيل، والله يعود علينا وعليكم بالصحة والخير يا رب العالمين ثانيا نشكركم على هذه اللقاءات اللي دائما ترفضون الشارقة ومقفر مع المؤسسة والنادي في كل التقطيات هذا واجبنا واجبنا وهذا بيتنا الثاني طبعا النادي شكرا لك، شكرا لك، أطلقنا هذه الفعالية من ضمن خططنا الاستراتيجية أن نطلق فعاليات خلال السنة وهذه الفعالية كانت مختلفة عن الفعاليات السابقة يمكن السنوات السابقة كانت تحت مسمى ملتقى رمضاني لكن هذه السنة كانت اليوم رياضي مفتوح للسيدات واستهدفنا في ثلاث ألعاب السلة والطائرة والرماية واستخلصنا من هذه الفعاليات الثلاث وذلك مفلال الاستبيانات التي كنا نبعثها حق الجمهور كل ألعاب التي كانوا يشبونه وبنوعا عليه أطلقنا هذه الثلاث فعاليات السلة والطائرة والرماية وبفضل الله سبحانه وتعالى سبع فرق كانوا في فريق كرة السلة وسبع فرق في الطائرة و29 لاعبة في الرماية جميل، يعني اليوم اقتصرت الفعالية على ثلاثة الألعاب بناء على الاستبيانات التي تمت من خلال مؤسستكم نعم بالضبط اليوم شو مدى تفاعل شفتوا المشاركات خاصة في هذه الفعاليات؟ والله ما توقعنا بحكم الفعاليات الكثيرة اللي كل مكان ما شاء الله قايمين فيها وفعاليات العضية خلال شهر رمضان ما توقعنا يكون فيه إقبال كبير لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كان الإقبال وايد كبير وكنا نتوقع أدد أكبر يسجل بحكم أننا تواصلنا مع الجامعات وغيرهم وغيرهم لكن سبحان الله خلال هاي الفترة كانت فيه امتحانات واستفعضة والفرق اللي ختت الجامعات يشاركون معنا بس كانت فيه مشاركات ما شاء الله يعني كانت فيه مشاركات سبع فرق في السلة وسبع فرق في الطائرة وتسعة وعشرين لعبة في الرماية في الرماية العدد كان وايد كبير والحمد لله رب العالمين يعني البنات كانوا وايد مقبلين وكانوا وايد مستمتعين وحبوا حتى يكملون بعد الفعالية غير يكملون في الفرق الرياضية جميل استاذة نورة أنا كنت بسألت هذا السؤال اليوم هل هدفكم أنكم تستقطبون لعبات لأنهم يكملون ياكم إن شاء الله في النادي؟ بالضبط هذا الهدف الأساسي عندنا أنه نستقطب عقب ما نسوي أي فعالية نستقطبهم ونضمهم في صفوف النادي جميل اليوم شو الهدف أيضا من إقامة مثل هذه البطولات في النادي؟ نخلق بيئة رياضية نشر الوعي الرياضي نشجع اللاعبات على ممارسة الرياضة جميل وهل في بيكون إن شاء الله مبادرات أيضا متجتمعية بتكون قريبة؟ بإذن الله إن شاء الله بعد العيد مباشرة تنفي بطولة خاصة حق الجامعات جميل إن شاء الله يعطيكم العافية استاذة نورة وشكري لك على هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق ودائما إن شاء الله نشوف مثل هذه الفعاليات المتميزة من قبلكم شكرا شكرا للمشاهدة إذن مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللقاء بكم يتجدد الأسبوع المقبل إلى نرحين الموعد أستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة